شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية نقلت عن مصادر من وزارة الدفاع ومن الإدارة الأمريكية قولها إن الخطط خضعت للنقاش لعدة أيام قبل التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي برغبته سحب القوات الأمريكية من سوريا في وقت قريب جدا وذلك بعد ساعات فقط على إلقاء وزارة الدفاع البنتاجون الضوء على الحاجة لبقاء القوات الأمريكية في ذلك البلد على المدى القريب وذكرت المصادر أن نية ترامب حيرت المسؤولين الكبار في البنتاجون وسيعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء لمناقشة خطط الإدارة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش في سوريا ومن المقرر أن يحسم ترامب أمره عما إذا كان سيحتفظ بقواته في سوريا أم لا وصرح البنتاجون أنه سيرد بالقوة على كل من يتربص بالمناطق التي يديرها حلفاؤهم في سوريا مبديا استعداده لمواجهة أي هجوم تركي محتمل على الشمال السوري وأثر دعم التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا الأخير لقوات سوريا الديمقراطية حفيظة الأتراك تزامنت تصريحات ترامب والبنتاجون حينها مع مقتل جنديين أحدهما أمريكي والآخر بريطاني بانفجار في مدينة منبج السورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر